في المقابل أكد البيت الأبيض أن مزعم الإبادة الجمعية التي وجهتها جنوب إفريقيا كاتهامات ضد إسرائيل لا أساس لها من الصحة كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أكد أن بلاده تعتبر قضية جنوب إفريقيا المرفوع على إسرائيل ما هي إلا وسيلة لتشتيت العالم عن الجهود المهمة من أجل السلام والأمن على حد تعبيره